لايف مستعجل اخوان الكرام السلام عليكم تحية طيبة لايف مستعجل الناس عملين شير ومشاركة جد على لايف المجموعات لايف مستعجل الناس ترسل لايف ده شير تعمل الشير في كل المجموعات اخوان الكرام تحية طيبة نظر ربنا صحة عليكم لعانة التوفيق يقول تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لغدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقهم الا يقول ربنا الله ربنا يقول للذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله رب العالمين على ما اراد الله نظر ربنا سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لكل شهدائنا الكرام البررة ونظر ربنا سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لكل شهدائنا في ودى النورة بكتل من 150 شهيد نظر ربنا سبحانه وتعالى اذ قبلهم قبولا حسن دافعوا عن شرفهم بكل بسالة وكل رجال وبكل قوة الحمد لله رب العالمين وربنا اصطفاهم شهداء والشهادة ربنا سبحانه وتعالى ما بديها لأي زول نظر ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم عنده في أعلى الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى والدنورة يمكن منطقة أكثر منطقة شهدت نزيف بصورة كبيرة جدا وجرح يمكن لا يندمج وأن إحنا ما بنقبل هذا الزل وهذا الهوان وهذا التسكع وهذا التخطيط اللي يخطط له الجيش أكثر من سنتين الجيش على بعد عشر كيلو فقط على بعد عشر كيلو من الدنورة والناس استنجدوا واستنجدونا في الصفحة أنا كنت خارجا للشبكة لقيت الرسائل من أهلنا من ودنورة نفسها أكثر من خمستاشر ولا عشرين رسالة الناس بيستنجدوا وكانت مسبحة حقيقة مسبحة يعني تاريخية ومسبحة ما حصلت حتى على مستوى كل العالم ما حصلت ما حصلت حتى من اليهود ولا حصلت من الكفار غريش ولا حصلت من كل العالم من أخطر المجازر حصلت الليلة في أهلنا في ودنورة أكثر من مئة وخمسين شهيد الآن بيشيعوا جثمانهم يعني أرملوا نساؤهم ويتموا أطفالهم والجيش على بعد عشر كيلو فقط منهم من ودنورة والطيران عارف ذلك والبرهان عارف ذلك في اللحظات اللي بيتهك فيها حقوق الناس على مستوى الدنورة والناس بيموتوا فيها البرهان شقال بيتصور مع المزيعات في بورسودان الهدف شنو؟ مئة واربعة شهيد ربنا نتقبلهم مئة واربعة شهيد أنا معارف الإزاعة السودانية الهدف منها جنو التلفزيون السوداني يا تغرض قاعد يقضاه يا تيوم سمعنا بالتلفزيون السوداني لافع على مستوى مواقع الغتال سمعنا التلفزيون السوداني قاعد يعني على الأقل يطمن الشعب السوداني سمعنا بيا تناطق رسمي قاعد يتكلم باسم القوات المسلحة يا تيوم يا تيوم أن احنا سمعنا بإعلام أصلا من وزير الإعلام الآن موجود على مستوى السودان من الآن المدير العام بتاع الإزاع الموجود على مستوى السودان من المدير العام بتاع التلفزيون اللي بخلي البرهان يزوروا الليلة على مستوى المواقع بتاعتهم في بورسودان الآمنة المطمئنة والناس بيموتوا في ودى النورة والجيش على بعده 10 كيلو فقط 10 كيلو فقط الجيش لا قادر ينجد الناس ولا المسيرات قادرة تنجد الناس ولا الطيران قادر ينجد الناس على مستوى الدى النورة أكثر من 104 شهيد أخوانا أخجلوا قوات المسلحة أخجلوا في اللحظات دي الآن كباشي شقال زيارات من مال إلى النيجر والمعركة متحسنة المصباحة بوزيد غايد كتاب البراء ابن مالك شقال زيارات من عمرة لحج ودي لا أيام حج ولا أيام عمرة ولا أيام زول أصلاً بترك الغواد بتاعاته ويجي يلافي عشان يعمله ترين ولا يحاول يتصور ولا يحاول يعمله ندوة سياسية في أي موقع من المواقع الأصلاً هي محظورة تماماً ودار يعمله ترين ويجقي للناس بحاجات أصلاً هي يعني الناس في غنى عنها الاستفادة شنو من مالي الاستفادة شنو من النيجر اللي بمشيرها خونش عمس الدين الكباشي والمعارك الآن منتشرة على مستوى الهيث النير الأبيض وعلى مستوى الجزيرة وعلى مستوى الخرطوم وعلى مستوى الفاشر وعلى مستوى كل المواقع بتاعته الغتال الآن الناس في الميدان أنا بفتكر أنه الآن حقبه كما كنت وعد خطوات تنظيم للغوات المسلحة خطوات تنظيم نحن الليلة محتاجين حتى الإسناد ناس مصطفى تنبور بدل تتصور مع القونات وتومات مدني متصور قاعد في نصة هن زي الزولة الأبلة متصور ليك مع بقر اتنين أكبر بقر أراء خلقين على مستوى الجزيرة شاردات من الجزيرة ماشي بورسودان ماشي متصور معاين والقوات الآن المتمردة قاعدة تنتهك في حقوق الناس في الغرة وفي المدن الآن الأصلا هي ممدن ذاتها مدينة الدنور قدريش فيها عدد كم سكانة فيها كم من الأهل الآن المتواجدين مدينة الدنور فيها كم شاب فيها كم زور من الناس المسنين والعجزة فيها كم زور الليلة تم أرمل زوجاتهم فيها كم زور الآن يتهم وأطفالهم نحن محتاجين الليلة لخطط عاجلة الآن شقال الليلة تغزم قامت تغزم قعدت معارف برمى ناصر قال برمى تكلم معارف ياسر عرمان شالو كله كلام فارق كله لا يسمي لا يغني من جوع والأهل الناس شغالين انتهاكات في حقوق الناس وشغالين في القرى ومعارفين الجنجوي الدين لمكانه وين وعارفين ماركينهم الآن المتواجدين فيها وين الجيش قاعد منه على بعد عشر كيلو فقط وصم بالله العظيم أنا جاني التلفون من داخل القوات المسلحة قال ليه نحن متواجدين على بعد عشر كيلو فقط ما بيدننا التعليمات عشان نمشي لو الدنورة عشر كيلو عشر كيلو يعني لو فكي الطلقة بتاع الكيلاج بيتمشي تمانين كيلو بيتمشي تمنمائة متر يعني لو تقدمت بسيط بي طلقة الكيلاج ده بس لو سمعوا بإنه الجيش ده دخل والدنورة النازل المكان بتكون في مجزر قدر المجزر الليلة التمد على مستوى الدنورة أنا ما عارف الهدف من الإعلام شنو دارين بالإعلام شنو نحن ذاته الإعلام السوداني وين الإعلام السوداني ذاته أصلا وين التلفزيون السوداني أصلا وين الإزاعة السودانية أصلا من هو قاعد يسمع ليها أصلا من هو قاعد يسمع لتلفزيون تسيبك من طلص والكلام الفارغ هو قاعد يسمع لتلفزيون ذاته منه القاعد يتابع غنى ذاته الفضائية منه من هو قاعد يتابع غنى فضائية أي زول ما سيك له تلفون بيقى بيشاهد مباشر بدل أنه يشاهد تلفزيون ويقعد في شاشة بتاع التلفزيون ما عندها أي معنى ولا عندها وجود ذاتها أصلا الناس من التلفونات مباشرة قاعدين يقلوا الأحداث وقاعدين يقلوا الآن لشي قاعد يحصل الآن في الواقع أخونا البرهان الصيور ليه مع نسوان عجايز أكثر من خمسين مرة جابيني معارفة البرهان يزور الهيئة القومية للتلفزيون يزور الهيئة القومية معارف للإزاعة ده كلم فارق ساكت الإزاعة وريني وزير الإعلام منه ده حاجات بيقوم بها وزير الإعلام موزير الإعلام السجمان ده الآن القحات الموجودة مفروض يمشي يزور الهيئة القومية للإزاعة يمشي يزور الهيئة القومية للتلفزيون يمشي يوجه ناسه دير يتحركوا شو نزللنا كل العقابات التلفزيون والإزاعة هود دير إزاعة منه ذاته أصلا منه قاعد يشوف له الآن صحفية قاعدة تكتب وين الصحفيين ذاتهم الصحفيين السودانين قاعدين يكتبوا الليلة في الميديا دي منه قاعد يكتب الصغير ثلاثة ولا أربعة صحفيين الناس قاعدين يتابعون ما في صحفيين ذاتهم سودانين أصلا الليلة والدنورة تنتهك في نفس اللحظة البرهان شقال تصوير مع المزيعات الجزيرة تنتهك الآن في نفس الوقت مصطفى تنبور العامل فيها بيتكلم ويوم من الأيام جاي بإنه بتشجع وبتكلم بكل قوة وقلنا خلاص دي قوة مساندة وقوة قوية جدا وقوة ضاربة حتبدأ من الشرك من الفاو من غيره يتحرك شغالينا تصوير مع القونات ناس تومات مدني تومات مدني استفادة شنو كده يا بصطفى تنبور الصورة انت قاعد لك مع بقر بتصوير معاين ديلا الفايدة شنو من التصوير ده وريني الفايدة شنو من التصوير انتهاكات في كل أنحاء البلاد انتهاكات في كل السودان انتهاكات في كل البيوت السودانية قتل قتل حاجة بشعة بصورة ما طبيعية مجزرة مجزرة ما حصلت ما حصلت زادة مجزرة ما نحن حررنا الإزاعة بروهانا نحن حررنا الازاعة في في مندرمان. الازاعة دي ما حررناها تماما. اللي بخليت تمشي الزولة الازاعة ذاتا في في بورسودان شنو. ما هت تتوجه الان الزولة الوزير الاعلامة السجمان ده موالي الخرطوم ده ما قاعد شلو في الخرطوم. المدر التنفيذيين قاعدين في الخرطوم. ما توجه السجمان الهناك ده تقول له تمشي. ازا كان الازاعة دي فعلا حررتوها يمشي. يدور الشغل ده من داخل الازاعة بتاعت اه امدرمان. نحن داي الناس محونا امدرمان. خلاص قلته نطفت. امدرمان دي قلته نطفت. هون امدرمان ازاعة جمهورية السودان. قاعدين في بورسودان عندهم شنو الان بيسوه في شنو? انت قايل بورسودان بعيدة. ما الشتة ما في ود النور ده حيتنفي بورسودان ويتنفي القطارف وبتمفي النير الابيض في اي موقع من المواقع ازا كان ده التقاعز بتاع القوات المسلحة الان موجودين. بعد نتكلم وقل لك الجيش السوداني عنده عنده خطة. الجيش السوداني عنده استراتيجية ما شباه. انتصينا الصدمة الاولى. وشغالين احنا زيارات من مالي الى النيجر. اصلي سألتكم بالله. سألتكم بالله الذي خلقكم. زول قائد لكتائب موجودة كتائب بتاع تسناد. على مستوى السودان كله. اسمه المصباحة زيت. البخليج السعودية زاته شنو اصلا في اليان لي. البخليج السعودية شنو زاته عشان يحج ولي عمر زاته. اولى اولى العمر والاولى الجهاد. اولى العمر والاولى الجهاد. هو عند هناك غوات اكثر من عشرة الاف ولا خمستاشر الف مو قايد موجودين على مستوى الولايات المختلفة. بخليك هي soybeans سعودية زاتشنو عشان تبقى لنناس معشغولية وقطوه وفكوه ومفكوه ومعاريف ما كنو عمل ندوة وما ندوة. هو ندوة ذات يقول فيها شنو ذات. السلبة عليك الله المصباح والريني جملة واحدة من كله قاعد تقوله على مستوى السودان هنا. جملة مفيدة كلمتين قاعد تقولي مع بعض مفيدات ذات. خلاص خطوك رمز بقيت رمزية. بقيت انت رمزية زيك وزي اي معسكر الان ان احنا بشكل لنا رمزية على مستوى السودان. فقط رمزية زول الان هو دو غايد خلاص. زميناك غايد الناس يقوم يقعدوا انه خلاص انت الغايد. ما معنات تمشي على كيفك وت سافر على كيفك وتمشي التجلب العمرة على كيفك وتمشي الخاج على كيفك وتعمل ندوة سياسية في بلد اصلا ممنوع فيه السياسة تماما. حاجة بتخليك ذاته تجي السعودية ما فيها. حاجة بتخليك تجي السعودية الان عشان الناس من worth ع كوركو معارف المصباح كويس المصباح مقبوط. الاسباح ده الان ممسوك. وقسم بالله مقبوط غيلة بكرة يفكوه انك ما يفكوه بعد بكرة انك ما يفكوه بعد يوم الغيامة زيادة انك ما يفكوه. لانه استخدم حاجة اصلا هي ممنوعة تماما. وهو عارف الكلام ده تماما. ممنوع ممارسة اي عمل سياسي ولا نشاط في دولة ما دولتك اصلا. ودولة تمنع تماما انه اي تجمهر والله اي عمل سياسي او او عمل بتاع ندوة سياسية وفي اي موقع من المواقع. خليهم سكوك ان شاء الله ما يفكوه ذاته. ما يفكوه زاته عشان انك الناس يكلفوه بالغاية. يبقى غاية كتايب البراية من ايمالك. اقرب واحد يكلفوه هناك. الليلة اللي communications هنا ده عمل للناس مشغولية هناك ده لانتهك ودى النورة. البرمان ماش الليلة زار المزعاد على مستوى التلفزيون ماشه هناك ده لانتهك ودى النورة. ماتوا فيها اكتر من مية وخمسين شهيد. اكتر من مية واربعة. مية واربعة شهيد. مية واربعة شهيد الغير الجرحة وغير النساء الان والاطفال والترويع والكلام الكثير الان الحصل على مستوى الدنورة. والجيش على بعد امتار فقط ولا كيلو متريات منهم. فوضى ساقتوا كل الادب. جيش متواجد متركم في كوستي. جيش متراقد الان متركم على على مستوى المناقل. جيش الان متردم على مستوى. ما قادرين يتحرقوا الناس. شفع ولادات ما يتجاوزوا العشرات. والدنورة دي جواه مواتر فقط. مواتر. اقصن بالله هنا تصلي واحد من داخل الدنورة. تصليمواطن من داخل الدنورة. قال لي يقصن بالله العظيم. لو جات تاتحرين بس. ما في دعامي بيفقعوا. تاتحرين بس من القوات المسلحة. لو جات تاتحرين دخلاً ساقصنت بالله العظيم ما بيالقوا دعامة كلهم بيتخارجوا. لكن ما جاتهم زول. ما جходит عسكري زاته. ولكن جاهم قوات مسلحة ولا في زول جاههم وصلهم. ناس بيقوا بدابعوا عن شرفهم عن بناتهم بيضابعوا عن أعراضهم في النهاية ماتوا كلهم ماتوا 104 مجزرة كاملة ناس ديال بيكتلوا من طرف شغالين ضبح ضبحوا الناس ضبح شغالين ضبح إلا الناس ديال جاهم فزع الفزع الجاهم مواطنين عادين جدا بعكاكيز وسكين وغيره ناس سلاح ذاته ما عندهم لأن البرهان ما فاضلين من التصوير مع المزيعات والقونات والسفيهات وقليلة الأدب الموجودة الآن على مسلوب رسودان ونازعش الجبل النسوان وقليلة الأدب شفع ساكد كاتل لنهكم لواء وكاتل لنهكم ضابط وكاتل لنهكم عقيد وكاتل لنهكم كم مقدم وكاتل لنهكم عقول على مستوى الشعب السوداني وكم زول الآن نحن مفروض نستفيد منهم في الفترة المغبلة الشعب السوداني كله شغالين موت لأن القوات المسلحة على بعد 10 كيلو ما قادر أتصل والدنورة على بعد 10 كيلو فقط 10 كيلو وقسم بالله اتصلوا لي أنا بيبكوا وقسم بالله اتصلوا لي ناس بيبكوا من والدنورة بداخل والدنورة بيبكوا هندية ذاتهم بيكونوا ماتوا أس بكونوا ماتوا ذاتهم لأنهم صفحاتهم ذاتهم مظاهرين اتصلوا لي بيبكوا اخي داري لنا تهتيرين بس. تهتيرين بس. من الجيش. دارين تهتيرين بس لو دخلوا الدنورة. اقسم بالله العظيم ما بكون في ولد عامي. يموتوا مية واربعة. اقسم بالله نحن يا برهان ما بنقبل بالاهانة وبالزلة. وما بنقبل بالموتة الآن التم على مستوى الدنورة. الا بقضع راس كيكل. او بيقض عراسة زولي الاسم قجة. او بيراد اي واحد من قيادة الهوانات ديل. ببعده ما بيرضينا. اقسم بالله العظيم لو ماتوا الدعام ديل كلهم. ما بيرضون انه الليلة الشي ما فيه الدنور دا حيحصل في اي قرية من قرى السودان بالتقاعش الان شايفو انا وبالخططة الواهية والكذب والنسريات القاعدة تطلع لقوات العمل الخاص والعربات القاعدة تجيب الكذب وشقالين به تحشيش على مستوى المدن وكوستي والنيل الابيض ومعارف اللي اسمين هو المناقل ناس شقالين تحشيش وسط الناس كل واحد دار يصور له مع قونات اتنين دار يصور له مع مزيعات دا دار يمشي معارف مالي والنيجر عشان يقولوا فلانا تحركوا ياخي دا كلام فارق سا اتوا متواطئين مع الجنجويد دين قولوا احنا متواطئين مع الجنجويد كباشي متواطئين مع الجنجويد قولوا احنا متواطئين مع الجنجويد التصريحات الفارقة دي ممتع ما لحاجة تصريحات دي تصريحات فارقة ساية نازل الناس فعل ما ناس كلام نازل الناس فعلوا في علم كله في المواطن وفعلهم كله في الغرى وفعلهم كله في الناس الابري والمساكين فعلهم كله في الابري والمساكين اجب الناس الله خلقهم على وجه الارض الجنجويد واكتر ناس يخصم بالله العظيم دايوسيين ومجرمين وخونا اللي هم الجنجويد ما ناس رجال الزول كان راجل ما بيكتل لزول أعزل زول راجل ما بيكتل لمره في منطقة نائية يسيمة والدنورة ما معروف فوضة ساكتوا كل تذب أخونا البرهان سيب التصوير مع القونات ومع العفن ومع المزيعات ما في زاعة ما في تلفزيون ما في موزير إعلام ما عارف إنه وزير إعلامك ما في زول عارفه تحددك تحدد السودان دا كله يجي واحد السودانية سينا دا يقول لي وزير الإعلام اسمه فلان الفلاني هو وزير الإعلام ذاته ونحن ما عارف إنه مدير الإعلام على مستوى السودان منه نحن ما عارف إنه مدير التلفزيون على مستوى السودان منه نحن ما عارف إنه جاي منصور لينا مع عجايز حبوبات نسوان أكتر من خمسين مرة منصور معاين عشان والناس ينتهكوا في حقوق الناس في الغورة بتاعة والدنورة القيرو الجيش كله بيقى يقوم إلا بالدفرة مسيرات إلا تقوم بالدفرة الطيران اللي يقوم بالدفرة إلا نقول لهم الناس انتهى كل غرية الفلانية بعد ذاك الطيران يتحرك إلا نقول لهم الناس إخواننا تحركوا على الشيخ الصديق يتحركوا تكلمنا عن الطيران يتحركوا لنا على العوج يتحركوا شغلة بالدفرة كلها ما في وين الاستخبارات أنا رافع أكتر من عشر أنفار هنا قابضوهم الاستخبارات إلا نرفعهم في صفحتي معقول الاستخبارات ما عارفة إنه فيه جنجويد قاعدين الآن على مستوكوستي الآن أنا رفحت لكم أربعة نسوان الآن موجودات في حي الرديف نسوان دعامون وكانن برشدن الناس على بيوت الناس وسرقن بيوت الناس وشائلات دهب وشائلات أموال بتاعت ناس وهم نسوان جنجويد نسوان قيادات في الرديف وصفت إليكم ورسلت إليكم البيوتى القاعدات فين في الخاص إلي كوننا تحولا من حي الرديف ده مفروض يطوّق كله ويتمسكن الأربعة نسوان ديلا على مستوكوستي زي ما تقبضت المرة المجر الاسمه عبدالكريم ده. الرايد بتاع الدعم السريع ده. نحن الا نرسل لكم انحنا الاحداثيات. جهش قاعد بيسوي في شنو استخبارات وين استخبارات مباحس جهاز امن وطني معارف الشرطة الامنية الشرطة الموحدة معارف الاحتياطي المركزي. الشنو المهندسين الدبابين الطيارين. كم ذاته? كم جسم? كم جسم ما قادرين تتحركوا عشان تحرروا لكم منطقة يموتوا فيها اربعة مية واربعة نفر? المية واربعة نفر ما فيهون ولا عسكري واحد? ولا عسكري واحد بموت ما فيه? ولا عسكري واحد من بعد عشر كيلو انتو قاعدين على عشر كيلو فقط من ودنورة. العشر كيلو دي عسكري واحد مات ما فيه عشان الناس يجوا على الاقل يشفي غليل الناس. ويقولوا اخواننا مات عسكري ياهودا ولا ماتوا خمسة عساكر يتحركوا. وفعلا ماتوا. وهذا عمل خاص ونسريات ودول قائمة ايران تدعم روسيا تدعم والصين تدعم. معارف ولاية المتحدة شقالة جرم في الهوانات. حظر بتاع حسابات. معارف. كل وهم ساكت كذب. كذب ونفاق ساكت. كذب ونفاق ساكت. ما فيه حاجة. عالم كله واقف وقايم وقاعد. بالسوداني كله قايم وقاعد. الناس احنا قاعدين نطمم في الناس انه خلاص الحمد لله رب العالمين الطيران الانشاء قال. لقدرين تدقوا جبل اولية una تدقوا الهوانات ديلي في طيب الحسناب. لا قدرين تدقوا الهوانات ديلي على مستوى الاحتياطي. لا قادرين تدقوا في الجيلي محاصرة اكتر من خمسي يوم محاصرين الجيلي. كلهم sacred الان الهوانات ديلي محاصرين وقاعدين هم منتظرين. منسبتنا هناك وقاعدين في الجيلي. الجزيرة ما قاعدين انتحرروها. فاشر ما قادرين تحرروا. الدعين بيقع مستباحة تماما. في يدهم. النيالة في يدهم. اكتر من عشر أولايات كلها في يدهم قرب كردوفان شمال كردوفان. 1969 للمعارف كلهم قاعدين هوانات ارتكازات موترين و ثلاثة جيش مقدر يحروا ليها طبarsh تحرك في ريالي thirty-nine تحت موضوعهم ك play اتصلت العس93 على بعد عشر كيلو من الدنورة alguns anderen تعليمات. الناس بيموتوا يا اخي بيصبحوا فيهم. الان في ناس بيصبحوا فيهم ضباحوهم ضباح. الناس دي الان بيموتوا فيها الدنورة امشوا. قال ليه ما جاتنا تعليمات. طيب تجيك تعليمات من من يا هواني اخي تحركوا سوق الناس اه اتفلتوا. اعملوا زي حم الصديق ده قولوا رهيفة تنقد امشوا. قال ليه ما جاتنا تعليمات. واي ضابط يتكلم ولا يحاول انه يتحرك في اي موقع من المواقع الضابط ده بتم تصفيته على طول. بتم تصويته على طول. اي ضابط بيتحرك ولا بيتكلم ولا طلعت له صوت بس صوت طلع في الميديا ده. انه الضابط الفلان شقاي كويس بعد يومين ثلاثة بتسمع وبنجغم. شغل بتاع طواطق ما قدرنا نفهم الحاصل شونه ذاته. هادي جدا عشان كده برهان بيجي بيتصور مع القونات ديل وبيتصور مع المزيعات. ويتصور مع النشوان العجايز ديل. خلي اه ان شاء الله نزل ليكم كل العقبات بتاعت التلفزيون. ياخد تلفزيون الدار تلفزيون سودان منوه. هم نقاعد يشاهد تلفزيون السودان. وفيزا عهد البشير نحن ما قاعدين نشاهد تلفزيون السودان. في عهد البشير زمن كان العجي صحي صحي صحي. زمن كانت البلد بخيرة ما فيزون قاعد يشاهد تلفزيون السودان ده زاته اصلا. ولا فيو حاجة زات الناس بيشاهدوها. من زمن تلفزيون البشير كان عبارة عن قونات وعفن ومسرحيات ومعارف ما الا ما يفوح حاجة ذات. called nä groupe kalo ننط barbecue الخرطوم القادم صمت عن مستوى الخرطوم. مين التلفزيون الان مزيع الحرب يكون موجود على مستوى الخرطوم؟ يتسنيه؟؟، مهم عندما كنا نعرف they yet تسود isca at work, where is a trouvé? und unterbassar at work? ما في وزير اعلام ذاته ما في سودان دي ذاته الذين بعد دي ما ترين تعملوها سنة سنة ونص سنتين سنة لحد تتم ثلاثة سنة قاعدين لنا في الصدمة الاولى مرقنا من الصدمة الاولى صدمة الاولى سنتين ما قادرين تدربوا ناس مشاه ولا ناس يسموهم التدخل السريع يمشوا اي منطقة زي الداشة عرباي انو دارين تاكوا فيها عقوقها خمسة دقائق العربات توصلها ما السودان ده انا زمان كنت بجيبه بعربية في خمسة دقائق انا كنت عندي عربية كنت مزول تعليم عالي بمشي القطارف من القطارف بجي كوسي وقسم بالله العظيم في نفس اليوم بمشي بجي وبرجع يكون عندي اجتماع في القطارف بجي كوسي وبرجع تم الاجتماع في القطارف يكون عندي محاضرة في دون قوله بمشي باديه وبجي راجع كوسي في نفس اليوم شنو يعني ما العربات دي سريعة عربات كلها الفين وعشرينات عربية بتمشي ميتين كيلو في الساعة والدنورة عشر كيلو بس عشر كيلو بينه وبين الغوات المسلحة ما قادرين نوازلة المسلحة يدخل ويدالنورة بعد يموتوا ناسة الليلة جيبواها مجزرة تاريخية على مستوى السودان كله من ناس هوانات ما معروفين منهم ويجي كيكل بكل يتجدع فيها ثاني فيه الدنورة ثاتها زي ما دخل التكينا بكل كيكل بيجي ويتجدع فيها ثاني احنا ممنقبل اخونا البرهان قير انه قضع عراس كيكل ممنقبل قضع عراس الزولة المجرم الاسمه جلح ممنقبل قير قضع عرس الزولة الاسم قجة ما بنقبل قير إنه تقتلين الهوانات نفس عمر جبريل بعد ذلك نحن نقول خلاص الليلة على الأقل بردت قلوبنا دي وبردت فشباشنا دا بقتل أي واحد من قيادات الهوانات دي لكن أنا بشوفها دي فوضى ساكت وطواطم من البرهان نفسه ناس بيموتوا في نفس اللحظة نحن رسلنا الإحداثيات يعني الناس ديالة الآن قاعدين تاكفوهم والآن ماتوا فوهم أكتل من مية وأربعة ومجزرة قاعدة تحصل الآن فيه الدنور في نفس اللحظة المجزرة الشقالة برهان شقال زيارة مع المزيعات ومع المطلوقات والسفيهات وقليلات الأدب والعفن الموجودات على مستوى الإزاع والتلفزيون في نفس الوقت بتنتهك فيه حرومات الناس على مستوى الدنور مصطفى تنبور شقال بتصور لنا مع القونات التومات المدني أكبر نسوان الله خلقين أفريقيات أكبر نسوان على مستوى السودان سمن كده ذاته حجم إلا قول التومات ما بتعرف إزاة التومات ديل مرقن كيف أنا ما عارف إزاة ومرقن من بطنون ميندي كيف أنا ما عارف متصور معاهن وبتجدع معاهن قاعد معاهن متلاسق معاهن كده لسق هالزول الاسم مصطفى تنبور قاعد شي برسودان عندك شنو إنت زول هوان كل القيادات فروا كلهم كباشي تعالى مش مالي ومش النيجر هناك عمل فيه دار يوقف الحرب من هناك ده تثبت للناس شرعيتهم مصباح أبو زيت تعالى السعودية يعمل فيها إنه ده تحجد وعمل فيها إنه ده تأدي مناسك العمر وفي نفس الوقت دار يعمل له ندوات سياسية بالكزب مع ناس عطالة قاعدين في غبيرة أكتر من خمسمائة عاطل قاعدين ما عندهم أي هدف ولا عندهم شغل يا خنحنا الواحد راسه ما قادر يحكم علي الطلاق أنا شقال خمسة سنة في السعودية لحد الآن خمسمائة ريال لحد الآن ما لم يميته خمسة سنة عندي دينا ملك وشقال ملك وشقال تجارة لحد الآن ما قادرين خمسمائة لأنه راسه ما قادر يحكم من الشغل الكثير والجري الكثير ما قادر زيته وقسم بالله بعد أطلع لايفنا إلا ألق زمن عشان أطلع به لايف جايلها ملكتر من خمسمائة عاطل موجودين في غبيرة ما شقالين وستمائة عاطل موجودين في جدة وخمسمائة ألف عاطل موجودين بيت زيتهم مفروض السلطات السعودية قبضهم كلهم الناس العملوا معاون الندوة ديل مش زولة بيتكلم كلهم يقبضون يسفرون السوداني ولكن هناك الليلة والدنورة دي محتاج لهم وكل الغراجة والدنورة مفروضة نازل يهاجروا الليلة أي سوداني أصيل موجود على مستوى غرية والدنورة وغرية والدنورة مفروض طوالي يمشي ترهروا ديل تمشي تشيل تارهروا ديل تمشي ترهروا ديل يموجود هنا عسكري قاعد في السعودية الزولة المجرمة الاسموحيد بيوم المعارفة عمد عمر الشكر كلنا نحن عندنا حاجة بتقعدنا ذاته مافي سوداني حاجة بتقعدك ذاته مافي بلت خلاصة الان في حرب تماما الناس كلهم يتحرك يمشي السودان ما موتو هانا ديل كلهم بعد شوية هو كيف التغيير الديمغرافي ده كيف والتبديل ده يتم كيف لك انت بل عرب الشتات ديل ما بكتلوك زي ده نسوان بيت أرملا بعد شوية الواحدة ما بتلقل بعرسة بيجي بعرسة واحد ده عامي كما واحدة الان عرسوا هذا عاموا وسكنوا في أسرهم سكنوا الآن موجودين معاهم وما بتلقوا الزات وعريس منها لا ما بتلقوا ما بتلقوا الدعام تاني عشان تتزوجوا نسوان كلهم شهردات موجودات الآن موجودات في أسيوبيا في الغابات الأسيوبية موجودات نسوان سودانيات في الغابات الأسيوبية انتهكوا في هنا الشفتة الأسيوبية شقالين في هنا انتهاكات وحرمات يومي على الله يبكوا ويولولوا ويسكلبوا هنا على الأبستو الميديا كتلونا وانتهاكونا وجونا في المعسكر وسووا لنا وفعلوا لنا آلاف الناس موجودين أكثر من ثلاثة مليون برهان ياخي شي تخيي لك ياخي برهان شي تخيي لك ياخي ما تفقع مراراتنا ساكت ياه تصورينا في الزعو التلفزيون كأنه البلد آمنة إنتما ماسك ليك أربعة ولايات بس زي ما قالت زول المجرم الاسمه الدلميرغان إذا ماسك ليك أربعة ولايات بس قير برسودان ونهر النيل والشمالية والقداري فيش نتاني آمنة بدى نيل الأبيض بالان نقي هشنا السباه يحتلمون ف kerranك اكثر من الزعان مسلمون الضعيم المستلمين المستلمين. الم مستلمين اليمنى المستلمين الغربي الكردفان المستلمين الشمال الكوردفان بالأبيضاتها بالاعتبار المميز يا ريو الزرق الأبيض بالأبيض وجنوب الأبيض ت억 pellين جهت الصور لي مع المذيئات. الفايدة منلي شنو لعجايز ديل. وريني الفايدة مني شنو هذا اداري عارف الفايدة من الهوانات ديل شينو. الفايدة من النصوان العجايز مشيتلين دي ليلة في الزاعة وتلفزيون عشان تقول ليل نزل لي alleكن كل العقبات ديل ذات المرة قالوا كان بيقت فاس ما بتسوق الراس. ديل عشان يسون شنو ديل. يكونوا إعلام حربي. الآعلام الحربي الحقيقة المحتاج لنا نحن احنا يتم قادر تزوره. زول لينا الزول نبي العبدالله المجرم الآن لماسك الإعلام الحربي ده قول الله يا زول انت شقاش شنو انت إعلام حربي شقاش شنو يوم واحد ما طلع بيان واحد ولا طلع كلمة واحدة أسل الآن والدنورة دي انتهكت الحرمات بتاعاتهم مفروض الليلة البرهان وياسر العطا وشمس الدين الكباشي وجابر داك والاسم إبراهيم جابر الجنجوي داوي الكبير دا كلهم مفروض الليلة يمشوا والدنورة دي يزيروها ويمشوا بعد ذاك يجيبوا للناس تارم المية وأربعة دي مفروض كل القيادات قوات المسلحة دي يكونوا الليلة على مستوى الدنورة كلهم يمشوا هناك تمشوا الزورون هناك وتمشوا على الأقل تطمنوا الناس وتمشوا على الأقل تجيبوا لهم تارم فيما جابوا الناس تارم حمد صديق في عدد من الهوانات في شيريا وغيره محتاجين الليلة دي تارم يكون في كيكل محتاجين تارم يكون في زولة المجرم قجة محتاجين تارون يكون في غيادات الهوانات ديل انا بتأكد لو ماتوا غيادات الهوانات ديل منهم اربعة ولا خمسة بس تاني ما بتقعوا الهوان موجود على مستوى الخرطوم والجزيرة الليلة اللذور تمغت لكيكل وتمغت لازولة المجربة اسمه قجة وتمغت لجلحه وتمغت لديل اخصم بالله العظيم وجلالي الكريم تاني ما بتقع عامي دافع على مستوى الجزيرة ناس موجودين غياداتهم كلها موجودة غالبكم تقتالوا برشم في غرب كوردوفان غالبكم تقتالوا السافنة في شمال دارفور غالبكم تقتالوا قجة غالبكم تقتالوا الكيكل ماتين الناس الماسكين قيادات الهوانات ديل جايين تصوروا لنا مع العفن يزاعوا التلفزيون نشوان عجايز من قمنا بنسمع بيه الناس ما عارفة اسراء محمد عبدالله دارتو قول شنو دارتو قول شنو اسراء محمد عبدالله دي قاعدين نسمع لاشنو زاتا نحن السلميدي دي 24 ساعة متابعين الانصرافة الناس اكتر من ناهيزات متابعين الانصرافة اكتر من وزير الاعلام ناس متابعين الانصرافة اكتر من نبي العبدالله هواندا اكبر دعامي على مستوى السودان الزول الاسمه نبي العبدالله ناطق الرسمي اسمه القوات المسلحة لا قادر تعفيه لا قادر تكوين حكومة حرب لا قادر تعفي السفير الاماراتي الموجود معاك هناك لا قادر تعفي السفرة السفهة الموجودين على مستوى أديس أبابا سفيرنا في أديس أبابا قاعد يجتمع مع القاحاته قاعدين يجتمع معه هناك في الغاعات وهو قاعد سفير موجود ما قالبه يمنع الناس ديال بجرد قلم قرار فقط إنه ما في أي ندوة تقوم في أديس أبابا إلا عبر السفارة السودانية ما قادر يطلع قرار بلد كلها مبيعها تفوضى ساكت كل الأدب تفوضى ساكت كل الأدب قيادات كلهم ما في كيف ما بتنتهق الحرومات مصطفى تنبور بكرا حدين نشوفك في الصفوفة الأمامية زي ناس ناجي اسمونه دين ناجي مصطفى دين نشوفك قاعد في الصفوفة الأمامية شما تتصور لنا مع القونات وقال للأدب والسفيهات ونازل عاشية الماجي دي وما عارف عاشية الجبل قاعد معاين في بورسودان هناك عارفينك بتعمل في شنان اخسم بالله يا مصطفى تنبور عارفينك مصاحب منه وعارفينك قاعد معاين كيف وعارفينك المعرسة ذاتة تابع شهوتك فقط زول الاسمك مصطفى تنبور كذاب ما قاعد ولا عندك قيادة ولا عندك زاتة ناس على مستوى الميدان زاتة وما عندك ناس ما عندك ايه ناس على مستوى الميدان سقطوا في نظرنا وطلحتوا عيننا وشرطوا عيننا محل ما تكلمنا نحنا ومحل ما قلنا القوات المسؤولة يقول لك انت بتردموا ليه يتوقف مع الجنجويد جنجويد بنتاكوا في حروماتنا بكتلوا في هنة بكتلوا في هنة الآن على مستوى الدنورة 104 بكتلوا في هنة على مستوى العلقة الشيخة الصديق جل طيران ضرب هناك كتل المواطنين وكتل عدد من الأطفال وكتل عدد من الناس جنجويد قاعدين يتحاوسوا منها العلقة الشيخة الصديق وناس الشيخة برج قاعدين في كوستي هناك ركووا في المواتر وبحششوا في الشوارع وفي الميادين شقالين نسريات مع الوالي الهوان ده لقاو الناس ساكن الناس تحشيش بس بيقى يديهم في العربات ويديهم في المواتر فشقالين بس تحشيش داخل كوستي والعلقة الشيخة الصديق من كوستي كلها ساعتين ساعتين بس من كوستي الزولة الاسم مشهاب برج واسماعيل كانكن والزولة الاسم عبدال Personally والناس الآن يريد اليوم على بجرام الأمر العمل الخاص والموجودين الآن على مستوى الزولة الاسم سامي موجود على مستوى اؤن المسلحة العلقة الشيخة الصديق ده كما يعرفين ما ما يعرف شارعة اوصفه Cube نزول على ربع ساعه Victor Victor فوضى ساو قلت أدب نصر ربنا سبحانه تعالى عن التوفيق والنصر والسبات إن شاء الله بكنا بإذن الله سبحانه تعالى أنا بطلع لايف قوي جدا إن شاء الله بإذن الله سبحانه تعالى بالنهار يكون واضح جدا ونخطفوا النقاط على الحروف وأي زول إن شاء الله تسمعوا غزبا عنك ويتوصل الرسالة تصلك غزبا عنك أخونا البرهان وتوصل لأخونا شمس الدين الكباشي أخونا ياسر العطل قاعد يصرح كل ما يوم في هنكر من الهناكر لهم ليوا عدد من العساكر أكتر من 200-300 ألف عسكري قاعد يتكلم ويخاطبهم وما عارف أن إحنا إن شاء الله سنفعلهم ونعمل لهم الليلة الناس دي لها انتهكوا ودى النور وكتلوا فيها أكتر من 104 عشان ما تجد قلنا وما شي نسوه دارين فعل ما دارين أي كلام ما دارين أي تصريحات من أي غاية من قياداتنا دي ولا إبراهيم جابر ولا شمس الدين الكباشي ولا سجم ما دارين أي تصريحات دارين فعل دارين مقتل كيكل بكرة بعد بكرة دارين مقتل ججة دارين مقتل جلحو دارين مقتل سافنة دارين مقتل برشم دارين مقتل عمد جبريل دارين مقتل الجوفاني دارين مقتل أي كل القيادات algorithms الآن الحقيين ولأفين دهل لأنهن ديلا قاعدين يحركوا العمل مقتل سفيانة جعان مقتل أي واحد عبر المباحث عبر جهاز الأمن عبر الاستقبارات عبر أي حاجة مفروضة نجفولينا رأس واحد من الهوانات ديلا مواطنين يموتوا قاعدين تصوروا مع القورات وتتصوروا مع العفن دين الصحفيات علم الصحافة هين الصحفية باجسيمها كلهين ظهرين صحافة باجسيمين في واحدة عندها تعبير عشان زول يقدر يطابعها غير عبد الماجد عبد الحميد منه قاعد يكتبس عشان زول يقدر يتابعه ذاته ولا مزمن ابو قاسم ولا واحد من الناس أخواننا حسن طرحة ما في صحوال قاعد يتابعين ذاته ولا في صحوال بيعارفين ذاته صحفيين الواحد اللي بعد يموت حتى ما بنعارف عنه انحاجة ذاته وزير اعلامك ذاته احنا ما عارف انه نال برهان وزير اعلامك منه ذاته احنا بنعارفه ما لانه ما في حكومة لو في حكومة الليلة البرهان ما بتخاطب مع وزير الخارجية الامريكي بتخاطب مع وزير الخارجية السوداني الامريكي ده وزير الخارجية الامريكي مفروض يتصل لوزير الخارجية السوداني يقول لا اسمعني حذارين نوقف نعمل تفاوض ما بتصل للبرهان رئيس مجلس السيادة لأنه ما في وزير خارجية أصلا ولا في سفر موجودين أصلا في صعالك ساكت ولا في ناس فاهمين حاجة ذاته عشان يقدروا يديروا الدولة دي لقدام من ضيعوا الناس وضيعوا الشعب السوداني ساكت ويتم متواطئين مع الجنجويد والهوانات شغالين طيران بس ضربنا كده وكتلنا كده وسوينا وكله كده بساكت نسمع بالطيران ضربهم في جبل أوليا في نفس الوقت نسمع الجنجويد انتهكوا الدنور نسمع الطيران ضربهم في العلقة الشيخ الصديق في نفس الوقت نسمع الجنجويد انتهكوا النعيمة في نفس الوقت ضربهم في النعيمة نسمع الجنجويد انتهكوا حروماتنا في القطيرنا نسمع في القطيرنا يقولوا الجنجويد دي لكم قبضوا الهوانات بتاعين منناوي وجبري الإبراهيم على مستوى الفاشر أكتر من كم وسبعين عربية سلموا تسليم وتسلم تسليم مفتاح حركات المسلحة كلها متواضعة مع الجنجويد كلها كل الحركات المسلحة دي متواضعة مع الجنجويد بما فيه مصطفى تنبوري قاعد يتصور مع البقر ده نسو يرلم عن نسوان اثنين كاشفات وراكين كاسيات عاريات كاسيات عاريات الاثنين التومات ديل كانت مدني ديل كانت عريانات بتشوف داك و اي حاجة بتشوف ديك لابسات لين لبس شفاف قاعدوا في نصين دي قاعدة بجاي دي قاعدة بجاي ما ديل النسوان زاتي نزاكر الرب رسول صلى الله عليه وسلم قال ما بدخلنا الجنة ولا بشو مريحتها قال من علامة الساعة ديل من علامة الساعة زهدين الكاسيات العاريات رؤوسهن كاسيمة البخت ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حديث نسوان عاريانات الوحدة وراكين سمان ما بتعرف بقر ولا بشر قاعد مصطور لين في نصين والقوات هناك شقالين تهكوا في حرومات الناس يكتلوا في الناس وعمل فيها غاية شقال يدونا سريات ويدو قروش الخون البرهاني ياخي الشغلة دي في يدك الشغلة دي في يدك تكوين حكومة بتاعة الحرب الان عاجلة حكومة بتاعة حرب عاجلة الان والي الجزيرة ده مفروض يكون عسكري الان الموجودة им في عي شغله العسكري بتاع النير الابيض الأبيض الهوانى الوالى الموجودة مفروض تهوالي يتغير إتا العاجبك ف��면 وشنو الوالى القاحاتنا العاجبك ف pollutهو سوى إشنوه من ناحية مدنية ما سوا حاجة ومن ناحية عسكرية ما سوا حاجة لابد من تغيير الوادي بتاع النير الاطبيض الهوانى لان الولايبقرتي الان ملتهبة في عدد من المناطق كل ما يوم ما اسكين منطقة من المناطق الجنجوي الدين وحيستنموا الدوام وحيستنموا كوستي بعد شيء بيقطعوا الخط تماما سنار هنا إدت عندك شنو ولاية الآن ماسكة الليلك أنجل خريف دا أي زول مقترب دار يمشي أهل ويمشي كوستي دي تاري ما بقدر بيوصلها زول بيجي من بورسودان عشان يجيب القضارف ويجي بيبني للأزرق عشان يجي بي سنار الشارع دا بيكفل تماما مطرة واحدة بتوقف الشارع إنت سفلت الشارع للناس أشعر الناس يتحركوا من هناك يجيوا ما خلاص ولاياتك كلها نشلت تاني ولاياتك كلها شلت ولاية النيل الأبيض بيكون نشلت تماما ولاية السنار نشلت تماما لأن طرق ذاتها ما في إدت ما عندك أسفلت طرق بتاعت أسفلت إدت ما عندك حاجة الليل المقتربين قاعدين يسافروا دي لتداري مشي كوستي بعد شوية ما بقدر بيسافر كوستي لأن هناك الجنجويد قاطعين الطريق بتاع الخرطوم مقطوع تماما ما في زول يقدر يدخل النيل الأبيض عبر الخرطوم ولا في زول يقدر يدخل النيل الأبيض تاني من ثلنار لأنه الطريق بيكفل تماما إنت ما شعب شغلك أخونا البرهاني أخي فوتساكت كلت أذب نظر ربا سبحانه وتعالى على التوفيق جزاكم الله خير وبرك الله فيكم أخوان الكرام نلتقي يوم أقدم جزاكم الله خير وبرك الله فيكم